لم يعد اليمن سعيدا كما هي شهرته بل جحيما حيا بوصف منظمة دولية أكدت أن اليمن أضحى موطنا خطرا للأطفال الذين يموتون بسبب أوبئة يمكن علاجها فوفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسف فإن كل عشر دقائق تمضي في اليمن يتوفى فيها طفل بسبب سوء التغذية اليونسف وباللسان مديرها الإقليمي في الشرق الأوسط خيرة كابلاري أفادت بأن ثلاثين ألف طفل يموتون سنويا بسوء التغذية فيما يعاني قرابة الأربعمائة ألف طفل تحت سن الخامسة من سوء التغذية الحاد في الوقت الذي أدت فيه الحرب المستمرة إلى مقتل وإصابة أكثر من ستة آلاف طفل مؤكدة أن تلك الإصابات خطيرة للغاية كانت اليونسف قد حذرت في منتصف أكتوبر الماضي من أن أطفال اليمن سوف يعانون من مصير أسوأ نتيجة سوء التغذية والجوع وارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي وانهيار الخدمات الصحية الآمنة التقارير الدولية تشير إلى أن الكثير من الأسر اليمنية لم تعد قادرة على تحمل كلفة المواد الغذائية الأساسية وأن أكثر من مليون طفل يعانون من عدام الأمن الغذائي في ظل تأكيد دولي على أن إرساء تسوية سياسية شاملة هي الطريقة الوحيدة لإنهاء ما اسمته اليونسف بالكابوس اليمني ترجمة نانسي قنقر